بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم أشخباركم أحوالكم طيبان تمنكم يا ربي تكونوا كاملين بصحة والسلامة يا رب وعاش لكم مباركة تدخل عليكم بصحة والسلامة وبكل ما تتمنوا إن شاء الله اليوم غد نحضروا حد شيئة رائعة وجد مميزة غد نحضروا النقاب التمر حلوة راقية وسهلة في التحضير بدون تعقيدات مبسطة كما تعودنا مع بعض تمنها غالي في الأسواق وغد نحضرها اليوم بأقل تكلفة وكتجي نتيجة ولا أروح تقدموها بتحملت الوجهة لضيافكم المناسباتكم العائلية وأيضا ما تنسوش بأنها حلوة صحية بامتياز هالنقا ديال التمر يعني لكتعطي طاقة وحيوية وناشاط غادي نحتاج لها هنا عندي تقريبا سكيلو ديال التمر التمر اللي غسلته وحيتليه هذه البودور دياله حيتليه ذاك العظيمات ووزنته ولقيت عندي 500 قرام وعندي هنا ثلاثة المعالق كبار حتى الأربعة يكونوا عامرين ديال العسل هدا العسل ديال الدار إلا كان عسل حر ممكن وعندي مكسرات أي نوع عندما عندكم مكسرات مقلية محمصة تقريبا غادي تاخدوا 120-120-240 قرام ديال المكسرات كل ما كانت وافية كل ما كانت جيبينة زوينة هنا عندي 1-5 درهم ديال زنجلان أبيض وجوج معالق كبار ديال زنجلان محمر بالنسبة لتمر يعني ضروري كان أخطي دك التمر اللي كيكون مع السل كيجي سهل أنه كيطيب معاكم واللي بغا تدير التمر جاهز المعجون ممكن غير هو هذا راكي يكون أحسن غسلتهم طبعا الحال كيف قلت وحييتلي هذوك العظيمات ونقطعوا بهذا الشكل كيف ممكن تقطعوا بالقرادة ديال الاربع تقطقوهم زيان باش ضغياء يطيب معاكم وضغياء يتعسل وما ياخدش لكم مقت كتير أنا كتفيت غيرها كاقطعتوا بالسكين وفي مقلات غادي نوضع فيها تقريبا كيف قلت ما بين ثلاثة احتربعات المعالق الكبار ديال العسل هذا العسل يعني ديال الضال اللي كنا صوبنا به شباكية وهذا وهذا العسل راح كيبقى كيف قلت ستشهر كيبقى عندي بهذا القوام إذا بقى في حالة إذا ما استعملتوش معامرو يتحجر معامرو يخسر معاكم مجرد ما كيدوب لي شوية ذاك العسل ضفتليه ذاك التمر كيف قلت مهيلة كان بدأ ندعك فيه بهذا الشكل كان معكو باش كيلين وكيرطاب وباش كيتعسل وباش كي كيجي هكا يعني القوام دياله بحال ما هكا كيتعلك معانا كان بقاحتك يقول لي كتلة واحدة تقريبا 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 25 دقيقة على نار مهيلة ديروا معا شوية ديال الخاطر تقول لي معلك كتلة واحدة ضفتليه الرسل معلقة ديال القرفة ضفتليه ذاك جوج معلقة ديال زجلان وإلا عندكم داك سكين جبير مع السل تقضعوها معاك يعطيوا حد لسعة زوينة في هاد الحلوة أنا ما توفر ليش ما درتوش وضفتليه ذاك المكسرات المكسرات كيف قلت را ممكن تاخدوا غير ذاك 8 دراهم من عند منزريعة من كل نوع راهات اعطيت بارك الله ما شاء الله وتصاوبوا بها الحلوة ديالكم أنا نيس را خديت غير 10 دراهم من كل نوع 10 دراهم من لكاجو 10 دراهم من الفسق أو للبندق واخديت 10 دراهم ديال لز محمل سافي كندعكها واحد شوية وهناك يكون تمر يعني سخون تردو معاه البال أنا بغيت ما نخدمه بهذا لكن جاني سخون بزاف ضفتليه هنا واحد ساشية ديال بودرة الكاكاوت ممكن معلقة كبيرة ديال بودرة الكاكاوت تكون نوعية جيدة ممكن أيضا تضيفو حتى الشكلات إلا كان عندكم شكلات مدوب غير هو تكون فيه نسبة الكاكاو عالية تضيفو حتى المية جرام ممكن تضيفوها خدمته بالمعلقة يعني حتى دخلت فيه ديال بودرة ديال الكاكاو كتعطيه لون وكتعطي أيضا حتى واحد المادا تحاولو تدعكوهم زيان حتى كينساج مدوك العناصر الكاملي وهناك ديت واحد طباسيل جانبا واضع فيه الزيت مرة مرة كنوضع فيه إيدي حتى كيف قلت ادعكت هذاك تمار مع ذاك شكلات ودوكو المكونات وقسمتو على جوج باش نتشكل جوج دليال لبودرة ديال ضروري إذا كتباس لديال الزيت يعني كتدهنو إيديكم باش ما يلسقش لكم تمر في إيديكم سوف يسهل عليكم أنكم تخدموه هنا مبعد مدفى شي شوية ما كتخليوش تكيب رد تماما مبعد مدفى شي شوية يعني وكيسهل أنكم تخدموه تقوموا بهذا العملية وبالنسبة لبودرة ممكن يعني تأخذوا القياس اللي انتم ما كتبغيوا إذا بغتوا الدوائر يجيوكم كبار أو لتصغروهم على هكا تأخذوا الشكل اللي انتم ما كيرديكم كيف ممكن ندلوهم كويرات ويتفندوا في الزنجلان أو في اللوز مهرمش مقليو مهرمش لكم الاختيار مهم أنا أخذت لبودرة كنحاول نعمرهم مزيان بدك الزنجلان البيض نحاول نعمرهم مزيان حتى كيتغلفوا لي بالكامل وهذا العملية والتمرك يكون دافي يعني ما تخليوش تيبرد نشكل اللي بودرة بالقياس اللي أنا بغيت وغادي ندخلهم للتلاجة ممكن ندخلهم أنا من أجل التصوير يعني دخلتهم المجمد واحد نساعة تشبروا فراتهم باش يسهل علي أنني نقطعهم نساعة اللي كساعة لأروب صفي وجبتهم قطعتهم وإذا ما كنتوش مزروبين راتخليهم غرف تلاجة لتحت ما يسرى لهم تشي حاجة والحلوة بالأساس مني كانوا نجدوها ونقطعوها وهذا راهاك تتخزن في تلاجة لكم عافين باش ما تحماتش ضروري أنكم بدلوها في باطا تكون محكمة القفل وتخزنا في تلاجة وتبقى معكم شحال ما بغيت يعني كل ما بغيتوها راهاك تلقوها هنا كيف قلت بعد ما خرجهم المجمد خليتوا تشبر فراته كان أخذ البودان ديالي وسكين يكون شوية حاد وكان بدأ نقطع بهذا الشكل كي يجي سهل أنه يتقطع ودو كل مكسرات كيف شك نزل بسكين يعني نزل دفعة وحدة كي تقطع معنا بهذا الشكل وهذه الحلوة ديالنا أولا النوقة ديالتمر كي يجي شكلها راقي تمنها كيف قلت غالي في الأسواق والتكلفة ديالها اللي حضرتها في البيت رأي لا علاقة كتقم أرخص كي يجي طبق يعني كتشي حليوة رائعة هموية ديالت حمرت الوجه اللي تستقبلوا بها ديافكم وجميع المناسباتكم العائلية ديالتمر معمر فيديوهات سابقة للأخوات اللي بغاوا ياخدوا منهم أفكار يعني هاد العواشر كي بغي الإنسان يتفنن وحطيك الطبيلة مقاددة وكيكونوا مناسبات هاد التمر أيضا معمر غادي نخلي لكم روابط ديال هاد الفيديوهات كامل في صندوق الوصف يعني اللي بغا تاخدها وكان جاني تساؤل أنه ممكن نعمروا نخزنه إلا يعمر بالعقدة للوز ويتخزن حتى تحتاجوا عد زين هنا عدنا اللي تخيف أيضا كلي كيبغي هاد الشوكولة ممكن تحضرو في البيت وعدنا هاد الكويرات ديال النواد كوكو أيضا كيجيوا رائعين كيف قلت بتبن وبتكلفة بسيطة ممكن تحضرو هاد الحلويات وهدف البويوت ديالكم وتفنوا يعني في التزيين ديالهم وأكيد كتوفرو حتى في الفلوس لأنهم كيتبعوا غاليين في الأسواق وبإمكانكم تحضرو في بيوتكم بأقل تكلفة وغادي نشوفوا أيضا اللوز الكراميليزي بزرع الكتان بالزنجلان وأنغوبي بالشوكولة أيضا هادو من الشهيوات كيف قلت اللي بعد المرة سرح كيتبعوا الأتمينة ديالهم شوية زيدة تحضروهم في البيت ديالكم بأقل تكلفة وتفرحوا بهم وليداتكم وما لينداركم تيجيوا ناجحين يعني هاد الوصفات اللي خليت لكم كلهم ناجحين وكلهم ديال هاد العواشر هادا هو الشكل ديالهم وتحتافظوا بهم يبقى وش حال ما يبقى معكم راح كيبقوا مزيانين وغادي نشوفوا أيضا كيفاش نحضرو طبق ديال الفاكية يعني طبق نستقبلوا به ديال في ناوم وليد دار طبق هماوي أيضا ديال الفاكية شوية شوية من كل حاجة وتحت تنزلي بها كطبق راقي وغزال كل شي هاد روابط إن شاء الله تلقاهم في صندوق الوسط اللي بغت تاخد منها أفكار وتستفد منها وبهاكدا حلقتنا دياليوم غادي تكون سهلات نتمنى هاد الاقتراحات يروحكم ينالوا استحسانكم ورضاكم تجربوهم إن شاء الله في بيوتكم شكرا للمتابعة ونتظريني في الحلقات المقبلة بإذن الله شكرا للمتابعة